اهلا بكم الى ابرز الاخبار في دقيقة قوات سوريا الديمقراطية تعلن سيطارتها على احد اكبر حقول النفط في سوريا في تركيا اعتقال فتاة برجوكية مع طفلها حديث الولادة بتهمة الارهاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب يدافع عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي معترفا بان تويتر ساعده في الوصول الى البيت الابيض اتفاق عمالقة التكنولوجيا مايكروسوفت فيسبوك تويتر وجوجل على حذف اسرع للمحتوى المتطرف في حرب الالكترونية ضد التطرف ومبيعات ايفون تتراجع والدليل طلبوا ابل من مزودي المصانع تقليص انتاجهم الخاص بايفون ايث من اخبار الصحة عدسات الهالوين التنكرية قد تتسبب بفقدان البصر ودراسة امريكية تحذر من تعرض النساء الى الاجهاد فقد يضر الجهاز الهضمي كما الوجبات السريعة اما في رياضة ومع اقتراب تجديد ليونال ميسي لعقده مع برشلونة برشلونة سيعرض على ميسي عقدا مدى الحياة اشتركوا في القناة